ما هو حل هذه المعادلات التفاضلية؟ تبدو بسيطة للوألة الأولى لكن بمجرد أن تأخذ القلم وتبدأ في حلها سينكسر أمامك دون العطور على حل لكن اطمئن فحلها ليس بدل معروفة في الرياضيات حلها ينتمي إلى مجموعة من الدول في الكون الموازي وهذا النوع يسمى بالدول الخارقة وهي أنواع من الدول الخاصة والمهمة في الرياضيات والتي سنتعرف عليها في نهاية الحلقة إذن مرحبا بك في حلقة المعادلات التفاضلية والدول الخارقة لكن لا تنسى دعم المقطع بعجاب والشكر الخاص للدعمين للقناة والمقطع وباسم الله نبدأ قال العالم الشهير بوانكاري لا يمكننا فهم أي ظاهرة بشكل جيد إلا إذا استطعنا أن نمثلها بمعادلات تفاضلية ما قاله بوانكاري يجسد الحقيقة خلف كل العلوم التي نشاهدها اليوم فبدون المعادلة التفاضلية ما كنا لنستطيع للوصول لمفهوم التكنولوجيا هل تسألت أيوما كيف توقع العلماء ما صار الكواكب وكذا كيف تنتقل الحرارة من جسم لجسم آخر كل هذه الظواهر وأكثر تفسر باستخدام المعادلة التفاضلية دعونا نكتشف معا كيف تعمل هذه المعادلات فتنقسم المعادلات التفاضلية إلى قسمين رئيسيين المعادلة التفاضلية العادية ثم المعادلات التفاضلية الجزئية الفرق بين النوعين هو أن العادية منها تحتوي على مشتقات بالنسبة لمتغير واحد في حين أن الجزئية تحتوي على مشتقات بالنسبة لأكثر من متغير فعلى سبيل المثال معادلة نيوتر للحركة التي يمكن كتابته على هذا الشكل فهي معادلة تفاضلية عادية لأنها تشتق بالنسبة لمتغير واحد وهو الزمن أما معادلات ماكسويل للحقل الكارمغناطيسي فهي معادلات تفاضلية جزئية لأنها تكتب بلالة الثلاث متغيرات لذلك تجدون أن نغير حتى روز الاشتقاق بالنسبة للسنفين ففي المعادلات التفاضلية العادية نضع رمز الاشتقاق على هذا الشكل بينما في المعادلة التفاضلية الجزئية نكتب رمز الاشتقاق كما يذي دليل على وجود أكثر من متغير واحد ونسميه بالاشتقاق الجزئي وهذه هي العلاقة التي تربط الاشتقاق العادي بالاشتقاق الجزئي مع العلم أن X1 X2 إلى غاية Xn كلها متغيرات فالدلاء F في هذه الحالة تصف الظاهرة التي نبحث عنها فلو كانت F تمثل حركة السفينة في البحر ففي هذه الحالة المتغيرات من X1 إلى XL تمثل عوامل تؤثر في حركة السفينة مثل الرياح وحركة المواجهة كدعم قلمية في المحيط وغيرها يعني فالمعادلة التفاضلية الجزئية تتكون من الشيقاق الجزئية الموجودة هنا برتبات مختلفة مثل الشيقاق ثاني أو خامس وغيرها فبفضل المعادلة التفاضلية اكتشفنا الدالة اللغاريتمية بالطريقة التفاضلية فعلى سبيل المثال اخترنا المعادلة التفاضلية التالية فعند حلها سنرى عناصر مغيمة وهي التي ستمكننا من فهم كيف نستطيع حل المعادلة التفاضلية واستخراج الدولة الخارقة فلحل هذه المعادلة التفاضلية نستخدم التكامل وذلك بضرب طرفي المعادلة بالDX وسنحصل على هذه الكتابة ثم نقسم على Y ونجمع الرموز Y في طرف ورموز X في طرف آخر وأخيرا ندخل رمز التكامل وبما أن A تابتة هذا يعني أننا نستطيع إخراجها من التكامل وسنحصل على تكامل DX الذي يساوي X وتكامل هذا الطرف الذي هو لغاريتم Y ثم نضيف تابتة التكامل C وسنحصل على هذه النتيجة من خلال هذه الكتابة سنحصل على قيمة Y بدللة X ألا تلاحظ معي صديقي المتابع أننا حصلنا على الدلتين اللغاريتمية والأسية يعني هذا هو المهم هو أن المعادلة التفاضلية تستخرج من عماق المتغيرات دول جديدة وبالحادث عن هذه الدول هذه سيفتح المجال أمامنا للتعرف عن المعادلات التفاضلية التي أنتجت أغرب الدولة الرياضية والتي تفوق طبعا الخيال ونسميها بالدول الخارقة نبدأ أولا بهذه المعادلات التفاضلية التي تحتوي على مجهول واحد وهو X والدالة Y التي تتغير بدللة X وكذلك عدد مركب ألفا في هذا الجزء لدينا اشتقاق Y بنسبة ل X مرتين وهنا اشتقاق Y بنسبة ل X مرة واحدة وفي هذا الطرف توجد Y بدون اشتقاق هذه المعادلة مهمة في مجال انتشار الموجات وخاصة الموجات الكارمغراتيسية وحتى تدفق الحرارة في الأسطوانات يعني باختصار هذه المعادلات الفضلية مرتبطة بانتشار الموجات بداخل الأسطوانات فلو أردت تحل هذه المعادلة بالطرق التحليلية لن تعتور على دلة معروفة مثل الكوس أو الدلة الأسية بل ستحص على حلول جديدة تسمى بدوال بيسل النوع الأول من هذه الدوال يرمز له بجي أرفا وتكتب على هذا الشكل دلة بيسل هذه تتغير بالنسبة لموتانير اكس وهذه هي الدالة غاما والتي وضعت حلقة كاملة عنها وعلاقتها بالكرات الفائقة وهنا ندينا رمزة المضروبة والعمل فلو أخذت ألفا القيمة الصحيحة N في هذه الحالة تتعلق الحلول بمشاكل هندسية كروية أما لو كان ألفا يساوي عدد صحيح N زائد 1 على 2 ستحص على هندسة أسطوانية فمن أجل ألفا يساوي 0 سنحص على دلة بيسل من هذا النوع أما من أجل ألفا يساوي عدد صحيح N سنحص على هذه الخاصية وهذه الخاصية مرتبطة بمفهوم مهم في فيزياء الجسيمات وهو معاملة الازدواجية ويشير إلى وجود جسيمات كمومية في النموذج المعياري فكملاحظة يمكن كتابة دلة بيسل على شكل هذا التكامل ويمكن رسم العديد من الدوال من G0 G1 إلى G2 في هذه الحالة الرسم المبياني لهذه الدوال هو على شكل خيوط وتشابكة تجتمع مع بعضها لتشكيل هذا النسيج الذي يتموج فبالرجوع لمعادلة بيسل التفاضلية جي ألفا ليس هو الحل الوحيد لهذه المعادلة بل يوجد حل آخر ويسمى بالنوع الثاني من دوال بيسل ويرمز لها بY ألفا ومن أجل عدد صحيح ألفا يمكن ربط الدوال Y ألفا وجي ألفا ببعضها البعض على هذا الشكل ومن أجل ألفا يساوي سفر واحد اثنان وهكذا سنحصل على هذه المنحنيات الخاصة بY ألفا ومن الخاصيات المتعلقة بدوال بيسل G ألفا وY ألفا وأنها دوال تامة يعني Holomorphic Function والمغزى من الدوال التامة وأنها دوال عقادية مركبة وقابلة للاشتراك والتفاضل في كل نقطة من الفضاء فلو رجعنا للمعادلة التفاضلية الخاصة بدوال بيسل فالحل العام لهذه المعادلة يكتب على هذا الشكل بحيث C1 و C2 هي التوابط ويوجد نوع ثالث من دوال بيسل ويسمى بدوال هانكل وتكتب هذه الدوال بدلالات دوال بيسل على هذا الشكل بحيث E هو العدد التخيلي الجامل في هذه المعادلات التفاضلية هو اكتشاف أنواع جديدة من الدوال وهذه الدوال هي مهمة في حل مسائل معقدة ويمكن تشكيل هذه المسائل المعقدة على شكل مبيانات تتحرك وكذلك يمكن رؤية دوال بيسل على شكل نسيجي تموج على هذا الشكل توجد معادلة تفاضلية تشبه معادلة بيسل وتسمى بمعادلة كومر وتكتب على هذا الشكل بحيث Z هو متغير عقدي وA وB هي التوابت Y هنا هي الدالة التي نرغب بالبحث عن كتابتها بدلالات المتغير Z وحلول هذه المعادلة تسمى بدوال كومر وتكتب على هذا الشكل بحيث A قوسين لأن يكتب على هذا الشكل أما A قوسين لسافر يساوي واحد وهذا الجداء يسمى بجداء التصاعد وهو شابه بالعامل أو المضروب فهل معادلة كومر التفاضلية ليكتب فقط بدلالة الدالة M بل يكتب عموما على هذا الشكل بحيث B1 وB2 هي التوابت وI هي دالة خارقة جديدة وتسمى بدالة تريكومي وتكتب على هذا الشكل وهذه بعض الحالات الخاصة للدالة M و U تخيل معي أن الدالتين U و M هي حالة خاصة من دوال عامة ربما هي أعمق الدوالة الفائقة التي توصلنا لها تسمى هذه الدوالة بالدوالة الهندسية الفائقة وتكتب الكتابة العامة لهذه الدوالة على شكل هذه المتسلسلة ونرمزنا بF1 كما يجدر الإشارة إلى أن رمز القوسين A إلى N مثل المضروب أو العامل وهذه كتابتها ABC هنا هي أعداد أما زر ومتغير عقدي فكحالة خاصة من هذه الدالة هو إعتبار أن B يساوي C و A يساوي 1 وسنحصل على هذه السلسلة وهذه حالة خاصة أخرى من هذه السلسلة وللحصول على دالة كومر نستخدم هذه النهاية وتعميم الدوالة الهندسية الفائقة يكتب على هذا الشكل بحيث ليس له تعبير محدد لكنه يخضع لهذه الخاصيات فالدوال الهندسية الفائقة يبؤرة رياضيات الدوال بحيث يمكنك العثور على العديد من الدوال عن طريقها وكذلك العثور على دوال جديدة مثل الدالة بيتا والدالة كاما والعديد من التحويلات والسلاسل وحتى سنستطيع العثور على العديد من المعادلة التفاضلية من خلالها فعلى سبيل المثال عندما نرغب بحل هذه المعادلة التفاضلية التي تبدو بسيطة سنجد دالتين من نوع جديد والتي نسميها بدوال إيري وتكتب على هذا الشكل فالدالتين مرتبطة بعلاقات مع دوال بيتسل وطبعا عندما نتحدث عن دوال بيتسل والتي تعرفنا عليها سابقا توجد علاقة تربطها بالدوال الهندسية الفائقة وتكتب على هذا الشكل وهذا رسم للدوال إيري في معلم فبفضل الدوال الهندسية الفائقة اكتشف علاماء الرياضية أكبر شبكة رياضية تربط بين الدوال وكل السلاسل والمعادلات التفاضلية وحتى التكاملات